نحن للمباشرة السياسية نعطي نيكرو إذن أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعين قناة شوفت بقناة شعفة البت المباشر هنا مباشرة من مركز طرغة التابع إداريا لإقليم شفشاو هذا المركز متابعين الكرام متابعين قناة شوفت بقناة شعفة يحمل متابعين الكرام حقبة زمنية من تاريخ المغرب فهذه المنطقة الجميلة المطلة على البحر الأبيض المتوسط كانت ولازالت متابعينا الكرام قبلة لمجموعة من الشخصيات التي ساهمت في تاريخ المغرب من خلال تصديها لمجموعة من حملات الاحتلال على الخصوص الاحتلال البرتغالي وهذا المنطقة أو هذا المركز متابعينا الكرام للأسف الشديد لا يحظى بالتنمية الكاملة شأنه كمجموعة من المناطق سواء التابعة لإقليم شفشاون أو القريبة منه والتابعة لإقليم تطول هذه الساكينة متابعينا الكرام يخرجوا من خلال هذا البت المباشر باش أنهم يهضروا على مجموعة من المشاكل لكي يعانيهم منه خصوصا مع مطلع كل صيف والمتعلقة بالانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء فمنك نهضروا على هذه المنطقة فأكيد نهضروا على السياحة فمنك يجي السائح أو المصطف أو الزوار من مختلف المدن المغربية باش أنه يقصد هذه المنطقة فأكيد يخصوا منزل فيه الخدمة دي الماء والكهرباء ولكن منك يدخل لهذا المنزل اللي فيه الخدمة دي الماء والكهرباء للأسف سديد يتفاجأ بالانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء والشيء اللي كيخليه أنه يغادر هذا المركز في حين بأن مجموعة دي الأهل دي هذه المنطقة كيعتمدوا بشكل كبير على الرواج اللي كيكون خلال فصل الصيف باقي المعاناة غادي نكتشفها من خلال هذا المباشر فبقوا معنا متابعين عنك السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معكم الأخ ياسين أنا واحد من ذيك الناس اللي كي سيفوا في المنطقة هذه المنطقة عزيزة عليها منذ قدم نكوت صغير حاليا نحنا كنت نوجده في طرغة طرغة الحمد لله منطقة مزونة بالبحر دياله بالجبل دياله بالتاريخ دياله احنا كنت طلبوا السلطات المعنية تدخل فضل الأمر دياله من قيطاع الماء والكهرباء ولباقي الإخوة الناس اللي هم نس ديال المنطقة يتكلم متاومة المعاناة ديالي شخصيا أنا لكي ندخل منزل ديالي كيبقى يتقطع لي الماء والضوء الماء ما كيبغيش يطلع لي طبقة الثانية هذه هي أول أول نقطة النقطة الثانية عند الوليدات الصغارين كيبدوا يتخلعوا الضوم لكي يتطفع كي يتخلعوا كي يتجعروا وهذا هو المشكلة اللي كنعانيه منوحنا هل تفكر أنك تبقى في هذه المنطقة؟ أه ديالي بقى هذه المشكلة هذا يمكنني ممقشف هذه المنطقة هذه نبدل هذه المنطقة هذه و هذه المنطقة هذه على ما كنظننا كتبلي في حالي مستهدفة من بعض الجهات منطقة مزيونة، فهو غير ضوء كورنيج كان هبطلو ليدات ما كيش ضوء أسلس وهذا الشيء هذا يدع شوية الإجعاز من المصطفين و الناس ديال 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 السميته سوف ندوز بعض الإخوان ديال المنطقة و من اللي سوف يشرحوا بزاف سوف يوضحوا بعض الأمور هنا والسلام عليكم ورحمة الله و نشكره إذا عادت شوف تيفي، إذا عادت الشعب نشكرها على المجيء دياله و على التعبة ديال ديال السميته والله يوفق السلام عليكم أول حاجة عرفنا براسك وش انتلاد ساكن في المنطقة وواحد من أبناء ديال المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أولاً أشكر جزيلة الشكر قناة شوف تيفي على الاستضافة وبصفة إسماعيل أفيلل ابن المنطقة الزوية الترغام إذا نظرنا إلى الحقيقة بجدية وإخلاص فنجد الترغام كدعنيش من وحد المشكل كدعني من عدة مشكل وبغينا نطرحوا هذا المشكل الضوء يعني هذا المشكل الضوء يخلق وحد الإزعاج من السياحة وكما تعلمون وكما يعلم الجامع بأن ترغى في فصل الصيف خصوصاً في فصل في شهر السبعة وشهر ثمانية تستقطب عدد هائل من الزوار وهذا وإنقطع الكهرباء المتكرر كل سنة كيخلقوا حال إزعاج من المصطفين وبين المشاكل الآخرى التي كانت تعاني منها القرية الزوية الترغى هي المشكل الأزبل كما تلاحظون الأزبل متراكمة في الكورنيش وبين المشاكل سكنت زوية الترغى في أمس الحاجة إلى أقصم ابتدائية لأن أكبر خطر هي يهدد حياة التلميذ هي الطريق الوطنية التي تحصد الأرواح فلهذا كان نجد المسؤولين أن نضرب عين الرحمن هالقرية التاريخية التي ضلت منسية ومهمولة ومن العيب والعار ونحن في 2024 والقرية لا زالت تعاني من ضعف الكهرباء ومن ضعف الماء وهذا يعني يؤسف جداً من المؤسف والذي أثر انتباهي كثيراً كثيراً هو الانقطاع المتكرر للكهرباء وهذا والماء وهذا شيء يعني لا يشرفنا نعم أولاً أعرف بترغى تقع ترغى على سحل البحر الأبيض المتوسط بعيدة عن مدينة تيطون بنحو 58 كم لها تاريخ في الجهاد البحري سنة 877 اختار أمير شفشاوان عالي ابن راشد مرص الترغى بقبيلة بني غمارة وجعلها قاعدة للسفن الجهادية وعدة مصادير يعني كتشاهد بالتاريخ في المنطقة ومن العيب والعار منطقة تاريخية وسياحية وتعرض الإهمال والتهميش هذا ومنطقة كانت يعني كانت ليدها أنجبت علماء ومن بين هؤلاء العلماء عالم ترغي سطع نجموه في المشرق ودفن بقان الصعيد سنة 593 هجرية وهو الشيخ عبد الرحيم القنائي وهو الشيخ عبد الرحيم عبد الرحمن بن حج من العلماء العلماء المغموني بالمغرب لماذا لقب بالقنائي لأنه دفن بقان الصعيد في مصر سنة 593 هجرية وأعيد هذا المشكل ضباو هذا المشكل كان نشهد المسؤولين الله يجزهم بخير في أقرب وقت يحلون هذه المشكل لأنك يخلقوا واحد إزعاج كبير من السياحة والناس دي البلاد ناس بوسطة الناس ضعافاء يعني كيجيها في فصل الصيف باش كيتمعشوا باش كيتمعشوا مور هاد الكرام ولا كميني جزيل الشكر نعم إن كما قال برنامج أمود في 2005 إن احتواء ترغى على عديد من الأضريح المنسوبة لرؤساء الزاوية الدينية يؤرخون لفترة الدولة المرينية هذا كما قال أمود وهذه هي معلومتي أنا وترغى معروفة بالعلماء وانظر إلى كتاب أعلم غمراء كتاب عمر الجيدي لا زالت الحمد لله لا زال الخير خير موجود ولله الحمد ولله الحمد وشكرا تفضل السلام عليكم أنا من أهل السكان الزاوية ترى يعني احنا كان عانيوا من قطاع الضوء متكرر يعني كان عانيوا من الماء كان عانيوا يعني من الأزبل كان عانيوا بزرد الحواج لأن المصطفين كيجون هنا وهو هنا سكان عنده سكنة واحدة ساكن فيها وأخرى كيجرية لأي أن هذه السكان اللي كيجرية اللي كيجرية هذه باعة واحدة القطعة من الأرض وبنها هذه السكنة هذي كيجرية يعني Bueno يعني هو يعني 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 يعتلك يعني 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 كيجرية منااء كاملة يعني يستنيع للم Saturday أ Fort que should face you like to try out that actually okay كيف يقرر أولاده في المدرسة ويقرر أولاده في المدرسة ويبقى في الشتوى يأخذ الكريد من البقال ومن الحوانات كيف يصل إلى الوقت هذا ويقرر ذلك المسكن مفتيل شيء واحد جاكرم عن شيء واحد ومي قطعهم تصوّلهم أنا واحد منهم القصة ويقوم بلد بعض البركة ويقضو بشك في خلال ومعامل يعني أضرب يمين يمين يعني أقدم وريد ومعامل أنا واحد منهم يعني أرات لده هذا ليس سهام من جامعة وحتى هؤلاء الناس الذين يديرون الخفز هؤلاء الناس الذين يديرون الخفز يستفيدون منهم ويستفيدون منهم لأن الأصحاب الذين يصيبون ويقربون في المدرسة لديهم البكالورية ومسائل المساكنين يستفيدون منهم هل يمكن أن نقولوا بأن المعاناة لا يستفيدون في تراحة الزور والمصطفل؟ نعم كل شيء لأن المعاناة الذين يقربون ويقربون ويقربون في الجميع ويقربون في مرتين ويقربون في تيطوان ويقربون في هذه البركة ويقربون في حال مصطفين هل رسالة لديك المسؤولين للمكتب الوطني؟ والسلطة المسؤولة بالأمر لأن ترى حال هذه البلدات هذه البلدات لديها الكثير من المعاناة كثيرة وشكرا السلام عليكم أنا واحد من السكان الزاوية الترغان وكان راحبو بقناة شوف تي في ومعاناة ديينان ومعاناة الزاوية الترغان ربما اللي حتى السلطة عارفت المشكلة هنا وكل شي عارفت المشكلة والمشاهدين كان يجيهوا السياحة بإش ديقوز مع الناس كل واحدة وطولة حسب استيطاعه يقربون سيمنة يقربون عشر يوم يقربون 15 يوم ولكن من الذي يدخلوه يقربون أن يقولوا هذه هي البلد يقربون الكورنيش ويقربون الطريق ويقربون أن يقولوا هذه هي البلد ولكن من الذي تطيح المغرب لا يبقى أحد يدور في كورنيش وهذا كورنيش خسرت عليه فلوس؟ والدولة خسرت عليه فلوس كثيرة ولكن مع الأسف يدوروا في حالم ويبقوا يدوروا عايشة واحدة لم نسميهم لكم أسمح لي الحادث الضوء أو جزء إحساس بالآمن والطمئنة لا يمكنني أن أخرج لا يمكنني أن أأتي الوحيد أنا كزائر أو كمصطف وكي لدي كورنيش مصلم أو مسدر أو لا؟ أنا بغيت نستعمل مكينة بغيت المبردي المكينيش بغيت الميرواحها بس نبرد على رطيما نعم أنا بدي جوا عندي ناس جوا عندي ناس وكراوا مني وما أعرف سي ما يقولون زواج سيمانة أو أكثر من بعد زواج يومين الذين باروا عايتوليا قالوا لنا نحر نخرجوا لكننا خافنا الظلمة لم يكن أخاف أن أخرجوا ولكن نحن أخرجوا نحن أخرجوا نحن أخرجوا لا نستطيع أن أخرجوا برا والنبيرات عندما أصبح أستدل الأشياء يبدو أن لا يبط منهم يبدو أن لا يبط منهم كل شيء بالإجمع لا يبط منهم أنا أدعون عندي الناس دوز ومع عشرية ومعلمين أخبرت المعلم قال لي أن أخبرهم تريسر ماذور ومعلمين يغلقون ومعلمين يغلقون في الصباح يكون قليلا ومعلمين يكون قليلا أما في النهار لا يبقى أن يكون قليلا كل شيء يدوم الرسالة الرسالة هذا هو الضو الضو هو أهم شيء الماء والكهرباء والنظفة هذا هو أهم شيء هذا هو أهم شيء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وقاموا بموقفة وقد أتتجن هذه المنطقة وقد أتتجن هذه المنطقة أعجبني جدا وقد أقرنا فيها الأمان لم نصطفى ولم نصطفى والنصطفى وقد أتجن هذه المنطقة وقد أتتجن هذه المنطقة ومعلمين ومن خلالنا أمر أهم شيء يجب أن يأتي وقد أتفاق المنطقة ولم يبقى ينظروا وطبعا المنطقة المنطقة وقد أمضتها ولم يأتفاق المدينة وقرية ومن خلال الكهرباء كانت من خلال الكهرباء وإذا كان لديك شيئًا معك، سأخسر لك يجب أن يلعبوها مثلاً لديك مع الدراري أو هذا في الليل، كل خمسة طقائق يمشي الضوء و يقاطع يعني يجب أن يجوح رسالة المسؤولين يرون أن هذه القرية تاريخية وكما قال السيسماعيل سأذكركم كل شيء بالنسبة للقرية فهذا يرون المسؤولين أن يأتيوا بأقرب وقت يرون هذا الشيء وعندما يدخلون إلى شهر ثمانية يعني ربما المصطفين ستزادوا يزادوا الناس، الضوء يضعف كما قال لك الحجدة ستخرج مع أولي تسكن الكورنيج لأن الضلام وربما تستطيع تعرض مسائل لا يعجبوا تساوحي فلهذا الله يجزيكم بخير في أقرب وقت تشوفوا هذا الشيء وشكراً لشوف تيفي بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم يوسف أفيلال كما تعرفوا ترغى تشاهد واحد الإقبال كبير من الزوار في الصيف يعني يأتون من كل مدن المغرب من كل أنحاء المدن المغرب نحن قناة الشعب نحن داريجة الغربة كامنة على القوة يعني كنترح بزاة التساؤلات كان المشكلة لدينا أسفل والمشكلة كذلك لدينا طوالتات هنا يعني عندنا جوج ما كافيش يعني هذا هو المشكلة الكهرباء مشكلة يعني الضوء الماء يعني مثلا زائر مثلا عشرة أيام مثلا عجبار مثلا عجبار مثلا عجبار الضوما كيش تسمح لي غادي نقص حكين واحد سعلي عناد أبو زيد النظافة مشكل خاص بالسلح الذي لا يحترم المكان ودوره كمسلم الذي يحافظ على مضافة المدن كيف رأيك؟ شوف المشكلة النظافة المسؤولة دينا جميعا مش غير تسلطة فقط المشكلة دينا نظافة يعني كم يخصنا نحافظه على البيئة على المنطقة الجميلة يعني المنطقة يعني كيتوافدوا العديد من الزوار هذه المنطقة كيعرفوها يعني جميع سكان سكان المغرب ويعني كانت مشكلة مشكلة ديال الكهرباء يعني هو مشكلة يعني كالضعف طاقة الكهربائية لدى الساكينة خوز جانش إيه رسالة ديالكم للنزاء أو نصوصية مسؤولين لنا بالمكتب الوطني واشو غيثوا يجيبوا محركات ديال الكهرباء دهو الضغط اللي هي عالي باشد المشكلة دي نعم خاص يعني السلوطة تعيد النظر فهد القرية الجميلة ترغا يعني يعملوا يعني جهدهم لأن لأن ترغا كي يحب الجميع فهم في أبا من أبا وكره من كره لأن أنا كنت شوف هدش هد المطقة هذه ربما تكون مستهدفة لأن مثلا المشكلة ديال أسبل يعني كنت شوفه يعني ما كي ما كيش عمى النظفة أنا كنت شوف حاليا فهده فهد الصيف هذا ما كيش عمى النظفة عكس المراكز عكس يعني آآ هد العام ما كيش الأوراش العام لفتك الأوراش يعني كانوا كيقوموا بشوية المجهودات هد العام هذا ما كيش إذن متابعين الكرام متابعي قناة شوف تابعي قناة الشعب ونحن على ضفاف هذا الشاطئ الجميل هنا بمركز الترغة مجموعة بضاء المشاكل اللي حاولوا الساكين أنهم يقربوا للرأي العام وكذلك للمسؤولين على الخصوص المكتب الوطني للكهرباء وكذلك هي رسالة للزوار والساكين والمصطفين أنهم يخصوا يحفظوا على النظافة ديال هذا الشاطئ وكذلك رسالة للجماعة الجماعة ديال ترغى أنها كذلك خصى متابعينا الكرام أنها تجود من الخدمات المقدمة في هذا الشأن بخصوص نظافة وجمع الأزبال كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام مجموعة من الأزبال كيف كتشاهدوا معنا وهي تشوه من جمالية كري الشاطئ ترغى إذن متابعينا الكرام ما بقنا إلا أن ندعكم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا